موسيقى البداية كانت حوالي من عشر سنين واستطاع من خلال منه يثبت نفسه ويتلقب بشاعر الناس بيكتب ألوان مختلفة وكتيرة من الشاعر لكن كلها تحت البساطة هي أسهل طريق لتزوق كتابته معنا النهاردة في فقرتنا الشاعر خالد عبد النبي وهو كمان عايز أقول لحضراتكو أنه أحسن شاعر للشباب في 2013 سباحا الخير إيه الأخبر نهارك سعيد في البداية عايز أعرف منك حكايتك مع الشاعر وبداية كانت إمتى بداية من بدأت على مرحلتين من زمان قوي فاكرا أنت بقى حسن التعبير زمان في الناس أيه طبعا أكيد وفي الامتحانات يعني فكان عندي حتة مميزة أن كنت بقى كتب كتير قوي عندي فكرة التعبير فدي بوادر كانت بوادر للشاعر فكنت أكتب تعبير أو يقعد عبر كتير يعني مثلا ييجي بقى الميستر يقولي أنت كتبت الكلام ده زي أو أنت أكبر من سنك فده لغاية مرحلة السماوية العامة أكبرت أن أكتب المواقف اللي بأمر بها في حياتي مذكرات يعني أي مواقف أمر بيه في حياتي ألاعيني عدت أدوينه أكتبه يعني مين يكتشف الموهبة دي جواكي خلا هو ما هي بقى المذكرات فمع التطور بقى والإراك كتير قدرت أن أنا على قد ما أقدر بقى أفهم مين من الشعراء اللي أنت بتحبهم أو بتحب مدرستهم في الشارع يعني زي بيقوله هو أنا بحب عمي الأحمد فؤاد نجم أه طبعا أه بحبه جدا يعني وطبعا بقى العماليكة بقى اللي هو الخال عبد الرحمن الأبنودي طبعا أيون وصلاح جهين مع حفظ الألقاب يعني كلهم وأنا كمان عشان العمية فبحب قوي شعراء العمية جدا يعني أكيد قربين قوي كمان من الناس وصلوبهم سهل زي ما بيقول لأنه طبعا العمية بتوصل للناس أكتر يعني اللغة بسيطة فده اللي حبيبني فيها طيب عايزة عرف مين أكتر واحد سندك وحطك على طريق السليم زي ما بيقول لشان دي حاجة مهمة جدا يعني آه طبعا هو يمكن أمي يا دايما كانت الجمهور بتاعي في فترة يعني أكتب لحاجة واجي أرجع لها أقول لها طب إيه رأيك فدايما كنت طبعا قبل ما أتعامل مع النت بأو كده فدايما تقول لي رأيها أو لو في حاجة غلط تقول لي آه أنت هنا في غلطة هنا مش مظبوطة لحد بقى هي اللي دايما تشجعني تقول لي أنت ما تكتبش مثلا وترك لا أقول للناس أيه بصبت يعني سمع الناس اللي أنت بيكتبه دايما وساعد ممكن تقترح عليك مواضية مثلا تكتب عنها أو حاجة آآ آآ بتقترح علي يعني تقول لي مثلا تكتب عن مشاكل حياتية مشاكل خليك حس الناس قوي ودي دي أكتر جملة أثرت فيها أننا كتب دايما عن أوجاع الناس طبعا أكيد طبعا سابتا معيك واسمع أول قصيدة وهي كان لازم ثورة كان لازم ثورة وانت كتبتها في وقت 30 يونيوسة آآ أنا كتبتها يوم 28 ستة آآ آآ هي طبعا كان ليها أجزاء قبل كده قديمة بس في فترة حكم الإخوان بس ما كنتش بنزلها يعني لأنا طبعا كان فيه برضو رجعنا تكتيم الأفواه تاني كملتها بقى بتريت تكملها من 28 ستة لغاية يوم 30 نزلتها على الفيس بوك والنت واليوتيوب فعملت شير جامد كانت موجهة للناس اللي بتقول على ثورة 30 يونيو إن هي مش ثورة وإن تحرك الجيش كان الكلاب فعملت ثلاثين يونيو أسباب ثورة ثلاثين يونيو وإن هي ثورة شعبية وأسباب كمان خمسة وعشرين إن هو الفكرة ده كان سؤالي بقى ليك أنت من الناس المؤمنة بصورة 25 يناير أه طبعا إن دي مكملة لدي دي مكملة لدي هي ثورة 30 يونيو مكملة لخمسة وعشرين لأنه كان فيه أهداف طبعا لها عيش حرية عدالة اجتماعية فمتحققتش الهداف جيبنا ناس أو جوم ناس عايزين يسيطروا على البلد مجرد سيطرة على الحكم وبس مفيش الأهداف تركنت على جنب وفتديت إن أنا عايز إن أنا أبقى موجود في الحكم على طول فأبتدي عاين الناس اللي من جماعتي أو أعمل لمصالحي الشخصية أكتر حاجة لما استهى في مشاعر الناس زي ما قلت في الفترة دي بالذاتي كانت إيه عشان أسمع بعد كده خصيدة هي المشاكل الاقتصادية اللي هي بتخلي الناس تخرج فكرة إن أنا بتظهر ليه عشان أنت مش بتحقق لي أبسط حقوقي اللي هي الحياة الكريمة اللي أنت وعدتني بيها وقلت لي حاجات أنا أنت خدتك عملنا عقد سوا أنا أنت خدتك على سين أنت تعمل لي الحاجات دي فما عملتش فابتدي إن أنا أخرج لك أقولك أنت ما عملتش خلاص أنا أجيب واحد غيرك أشوف هيعمل ولا فهو ده بقى عايز أسمع بقى كان لازم صوره كان لازم صوره فأقول فيها صورة قامت واللي صاره تشرده مصر نادت صوره تاني تمرده على كل فاشل في البلد على صورة ما جابتش الولد على خرفان من نوع جديد عايزنا نخضع وإحنا مش هنكون عبيد مش هنركع هم ألبوا العدل عورة وإحنا أمنا عملنا صورة وكان لازم صورة كان لازم ولسه ناس بتستغرب ومليها العجب واللي يقولك ليه الصورة وإيه السبب ده مئة مليون سبب لسه فقرة بيكلوا من الزبالة وطفل شارع حالته حالة وشباب أول ما يتخرج يترمي في حضن البطالة لا يعرف وسطه ولا حلته قرشين بيخسر كل ما يعافر فتعدي السنين فيكره بلده ويسافر حتى العامل حتى العامل عشته مرار في الشغل بيشقى ليل ونهار وأجره يكفي يدوب اسبوع وإنت تغلع للأسعار فبقى الشهر يموت من الجوع حياة إنسان بقى أرخص منها مفيش بقى بيموت علشان العيش يستنى ساعات في طبور بنزين وحكومة تقول دي إشاع وفين والنور يقطع كل شوية وما شفتش حل الأزمة مية شفت فيك يا مصر مرضى ما بتتعالكش عشان فقيرة شفت بيتهم كله خردة والحكم عايش فوق جزيرة طب إيه الفرق؟ إيه الفرق بينك وبينه لأنت عايزينك ولا هو عايزينه هو كان عايز توريس ابنه يركب في الهمر ويشعلقني في الأوتوبيس ابنه يسرف بالدولار ويأكلني كل خميس كنت أفرح إزاي وابقى عريس وعلم ابني الرجولة واسكت على تهييس وإنت كلامك كله تعاد خطبت في جامع أو في استاد قلت سأفعل ما بتفعلش إنت بتفعل شيء ما تقلش عملت إعلان دستوري ومخدتش في حكمك دوري عينت في السلطة جمعتك والمعارضة بقت فلول عشان الفلول شمعتك وبتكفرني بتكفرني ليه؟ ليه؟ إعلقت السياسة بدينك أو بديني إنت موظف عام مش أبويا وهيربيني حكومتك سوس وبيخرم لا بتحلل ولا تحرم كل قرار وعرفنا شأله حزب وطني رب دقنه تمشي حكومة وتيج حكومة وزيرها يقول بطلوا في قوية أصل طلبكم صعب شوية ليه؟ أمال إنت بتعمل إيه؟ مش عارف تعمل قاعد ليه؟ فين عقاب المجرمين؟ حق الشهد المصريين؟ واللهو الخفي ابن ستين خفي إيه أخرت سياسته؟ ليه أتى للقتيل؟ وليه ماشي في جنسته؟ أنا مش هقبل تانت خم أنا مش هعرف أسيب الدم شرعيتك ما تهمنيش أنا مصر عندي أهم أنا مصر عندي أهم حلوة قوي يا خالد حلوة قوي يعني كمان لخصت الموضوع كله كان لازم ثورة فعلا فعلا كان لازم ثورة كل المشاكل الاقتصادية في البلد والناس يعني كل المشاكل والحكم وفشل الحكم اللي كان موجود حكم الأخوان أنت كمان ما شاء الله ينعجبني أول إلقاء يعني إلقاء متهيقلي ممكن 50% من القصيدة نفسها ما عارشته فين الرأي ولا يعني فيه كلام تسترات بصبت عشان الإحساس لازم يوصل لازم يكون اللي بيكتب حاسس الكلام طبعا مش مجرد أن هو يكتب كلام منصك حلو جميل وخلاص لازم يكون حسه لازم يكون لنفسه أداء يقوله زي ما هو حسه كأنه بيعبر قدام اللي هو بينتقده عادة بنسمع أن فيه تقوص لكتابة الشعر ويطارة تقوصك بتحب تكتب يعني عادة في وقت معين أعرف النسي بتقولك أن أحب أقصها الفجر كده وأكتب كوبية الشاي جنبي بس طقوس غريبة كده وانا لما يجي أكتب حاجات سياسية لازم أعود أسمع عبد الحليم في الأغاني الوطنية هو أنت مثلا بتيك تقول أنا أكتب قصيدة دلوقتي ولا هي الموضوع بيجي على دماغك فبتروح قاعد كاتب هو ساعات من المتابعة بقى يعني مثلا لو سياسة بقاعد مثلا متابعة الأخبار والأحداث السياسية واللي بيحصل في البلد فبقاعد أقول أنا عايز أعبر يعني عايز أقول رأي رأي بس في قصيدة بقى شعرية فلازم في الوطنية مثلا أعود أسمع عبد الحليم والأغاني الوطنية لو بكتب حاجة رومانسية لازم أعود أسمع أمو كلسوم يعني أمو كلسوم هي بتديني باور اللي أنا أكتب يعني بتعايشني الحالة وطبعا بقى كوبات الشاي طبعا بالليل كده بالليل مش الصبح أنا مش الفجر لا 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 وقت الليل طب يا طرى بتغمنات القصيدة وقت قد إيه ولا بتكتب على مراحل زي ما أنت بتقول بتكتب حاجة وبعد كيف ترجع كمان شوية ترجع لا هو أنا بكتب على مهلي أنا ممكن مثلا أكتب جزئين مثلا وأخلي بعد يومين ثلاثة تيجيني الفكرة أن أنا أكمل عليها يعني ما أبعرفش أن أنا أكتب قصيدة مرة واحدة أقول خلصت إنما في بعض القصيد ببقى يعني مثلا زي قصيدة الجيش عملت قصيدة عن الجيش أعدت فيها فترة طويلة جدا يعني أعدت فيها يمكن ست سبعة ساعات متواصلة قاعد مركز بكتب في القصيدة اللي غاية ما خلصتها يعني طب أنا عايزة بسرعة أتكلم معاك عن المسابقات اللي اشتركت فيها وخاصة أنك لقبت بأحسن شاعر في جامعة عين شمس 2009 وتكرمت بالزبط وتكرمت كأحسن شاعر في مهرجان الشباب المصري لعام 2013 بالزبط المسابقات اشتركت فيها إزاي واشتركت فيها بقصيدة إيه؟ هو كان في الجامعة طبعا كان أول سنة لها في الجامعة فجيت اشتركت في كانت مسابقة عاملها اللجنة الثقافية في كلية حقوق أنا أصلا لسانس الحقوق فاشتركت في المسابقة ومعاني كان كنت في قولة جامعة فالحمد الله كان فيه ناس كمان مشتركة من سنين أعياء من ثانية أو ثالثة أو فالحمد الله قدرت أن انا ربنا وفقني أن انا قدرت أن أخذ مركز أول كانت بقصيدة إيه لو تفتكر؟ لا كانت قصيد صغيرة ما كانتش مشمار طبعو 2013 أنا بس سرع معاك في الوقت عشان وقت انتهى وعايز أسمع القصيدة الدينية فعايز أعرف في 2013 فصت بقصيدة إيه؟ طبعو 2013 عن قصيدة الشرعية بتاعت الجيش المصري كنت أحب أقولها بس مش عارف في الوقت ما هو الوقت مش سعب وأنا كان نفسي أسمع كمان القصيدة الدينية بما أننا دخلين على أيام مفترجة زي ما بيقولوا وإحنا في موسم الحجي كمان ما لسه كاتبها مبارح فأقولها بقامل من الورقة أه تفضل إفاني فبقول محمد حبيب الله في الصفات والمعجزات ما شاء الله سدنا الحبيب أدى الأمانة دايماً قريب سرته جوانا مسلمين وموحدين وبنفتخر إنك نبينا وإنت اللي غالي علينا تقوم الأرض ويوم العرض إنت اللي تشفى علينا بدعي لربي وبتمنى أشوفك لحظة في الجنة أفرح وجري عليك أبكي في أحضانك تطبطب علي أديك وحس بحنانك يا ربي يوم عرفات والكعبة قدامنا تغفر لينا اللي فات تقبل صيامنا ربي وأنا ترجيتك ترضى عن كل العبيد لما بكرا يحج بيتك وما يضح في العيد هاي لي خالد أنا عايزة عرف الناس لو عايزة تتواصل معاك وتقرأ كمان قصايدك أكيد لك صفحة على فيسبوك أو حاجة لو كتبوا في الفيسبوك بالعربي خالد شعر الناس هيلقوا الصفحة هي مفيش غيرها صفحة رسمية خالد شعر الناس أنا كمان كان نفسي أسمع منك قوي الشعر الرومانسي لأنه متأكدة أكيد أنه هيبقى حلوة جدا 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 بس لأسف وقت انتهى بس أخيرا عايزة عرف منك أكتر كلمة توجهت لك من شخصية معروفة لما سمعت شعره كانت إيه ونصائح لتوجهت لك هو كان أستاذ سامي عز نائب رئيس تحرير جارت الوافد فلما سمع القصايد عن نتع كمان جارت الوافد هي اللي قبتني بشعر الناس لما قالوا عن القصايد وناس كتير يعني فيه أستاذ مجد ديالي طبعا صحفي بيشجعني دايما ودايما كلامهم بيأثر فيه هو اللي بديني يدفع يعني لأكون أحسن أنا عرفت كمان أنك بصدر أن أنت تصدر يعني فيه إصدار لديوان باسم شعر الناس ديوان هينزل قريب إن شاء الله هيبقى فيه القصايد السياسية وقصايد تانية جديدة هيبقى باسم شعر الناس بس لسه في مرحلة يعني بحضر لي يعني هيبقى اسمه شعر الناس طبعا عايز عفل القصيدة الرومانسية سريعا كده اسمها إيه؟ عشان متخيلك بحاجة معينة فعي سارة كنت أنا صحورة هاختب حالا حاضر القصيدة اسمها الهدايا والسور الهدايا والسور ممكن نقول جزء منها؟ ممكن نقول جزء ولا ما ينفعش؟ مش هينفعنا أسفاء أوكي خلاص أنا أسمعها منك أنا عشان أنا متخيلك كده هتبقى شكل أعمل إزاي؟ طيب احنا بننتقل لفاصل وبشكر كمان شعر متميز وشعر الناس خلد عبدالنبي أنا بشكرة جدا وكنت شرف لي أن أنا كنت مجوب معك نعم وأنا كمان سعيدة جدا جدا وانت شعر مميز جدا وبتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله ننتقل لفاصل ونكمل معاكم بقى فقرات نهرك سعيد فخليكم معي